نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلوميير والبداية مع العنوين البابا فرنسيس يؤكد بأن الله وحده قادر على منحنا الحب جلالة الملك يلتقي رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وشخصيات المسيحية الكنائس الكاثوليكية في المملكات تحيي يوم الحج المسيح العشرين إلى المغتس وفي نشرتنا أيضا احتفالات العيد المجيد حسب التقويم الشرقي تعم بيت لحم أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوتروس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسة البابا فرنسيس بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة القادمين من الشرق الأوسط وأكد قداسته بأن الفرح الإنجيلي ينبعث من اللقاء بيسوع لأننا عندما نلتقي بالرب يغمرنا ذلك الحب الذي وحده الله قادر على منحنا إياه وقال أيها الأبو الأقدس يسر الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نختتم اليوم التعليم حول أعمال الرسل مع المرحلة الرسولية الأخيرة للقديس بولوس روما إلى هنا وصل رسول الأمم بعد رحلة طويلة وصعبة مطبوعة بالتهديدات والمخاطر وإنما أيضا بالإقاءات حفية وبالشاذ الطيب لإيمان تلاميذ المسيح وإحاءات الرب المعزية والمشجعة مع وصول القديس بولوس إلى قلب الإمبراطورية تنتهي رواية أعمال الرسل التي لا تختتم باستشهاد بولوس وإنما بزرع الكلمة الوافر كلمة لا يمكن إيقافها بل ترقد لكي تحمل الخلاصة للجميع وفي روما التقى بولوس أولا بإخوته في المسيح الذين استقبلوه وشددوا عزيمته وأظهروا له من خلال استقبالهم له أنهم كانوا ينتظرون وصوله بشوق بعدها سمح لبولوس أن يقيم في منزل خاص به مع الجندي الذي يحرسه وبالرغم من كونه سجينا تمكن بولوس من لقاء أعيان اليهود ليشرح لهم كيف أجبر على رفع دعواه إلى قيصر ويحدثهم عن ملكوت الله بكل جرأة لا يمنعه أحد في بيت يستقبل جميع الذين يريدون أن ينالوا إعلان ملكوت الله ويعرفوا المسيح أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في ختام هذه المسيرة التي عشناها معا متبعين مسيرة الإنجيل في العالم ليعزز الروح القدس في كل فرد مننا الدعوة لكي نكون مبشرين شجعان وفرحين وليجعلنا نحن أيضا على مثالي بولوس قادرين على أن نخصبى بيوتنا بالإنجيل ونجعلها عليات أخوة نستقبل فيها المسيح الحي الذي يأتي للقائنا في كل إنسان وكل زمان يبوغوا un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba in particolare a quelli proveniente dal Medio Oriente cari fratelli e sorelle la gioia del Vangelo scaturisce dall'incontro con Gesù e quanto incontriamo il Signore che veniamo inondati da quell'amore di cui Lui solo è capace e gli sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice non ci trattenga dunque il timore di sbagliare o la paura di percorrere sentieri nuovi perché le nostre povertà non sono ostacoli ma strumenti preziosi perché la grazia di Dio ama manifestarsi proprio nella debolezza il Signore vi benedica grazie a tutti بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن فرح الإنجيل ينبعث من اللقاء بيسوع لأننا عندما نلتقي بالرب يغمرنا ذلك الحب الذي وحده الله قادر على منحنا إياه وهنا يكمن مصدر كل عمل البشارة فلا يقفننا إذن الخوف بأن نخطئ أو أن نسير على دروب جديدة لأن دعفنا ليس حاجزاً بل أداة ثمينة لأن نعمة الله تحب أن تظهر في دعفنا ليبارك من رب التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في مركز مؤتمرات المغتص بموقع عماد السيد المسيح عليه السلام رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وشخصيات المسيحية بمناسبة الأعياد المجيدة حسب التقويم الشرقي وخلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية هنأ جلالته المسيحيين في الأردن والعالم بالأعياد المجيدة وأكد غبطة البطريارك كيريوس كيريوس تيوفلوس الثالث خلال اللقاء أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار ويحظى بمكانة عالمية رفيعة لما يقدمه من أنموذج في الوحدة والعيش المشترك والإنجازات الحضارية بفضل حكمة ورؤية جلالة الملك المستنيرة وشدد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس الأساقف المطران خرستوفوروس عطلة الوكيل البطرياركي ومطران الروم الأرثوذكس في الأردن على أهمية الوصاية الهرشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مؤكداً أهمية دعم جلالته وحفاظه على هذه المقدسات وبذات السياق استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في مركز مؤتمرات المغتص بموقع عماد السيد المسيح رؤساء الكنائس الإنجليكينية في العالم الذين عقدوا اجتماعاتهم في المملكة وأكد جلالته خلال اللقاء أن الأردن ملتزم بدوره التاريخ والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهرشمية على هذه المقدسات مشدداً جلالته على ضرورة التصدي لأية محاولات من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة أو المساس بهويتها بمناسبة مروري عشرين عاماً على بدء الحج إلى موقع عماد السيد المسيح بالمغتص أحيت الكنائس الكاثوليكية في المملكة يوم الحج المسيحي العشرين إلى ذات المكان والذي يعد واحداً من أبرز المواقع المسيحية المقدسة في العالم تفاصيل أوفا في التقرير التالي بحضور الآلاف من المؤمنين رعى سيادة المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية المطران بيربيتستبتسبالا الاحتفال الذي أحيته الكنائس الكاثوليكية في المملكة في موقع عماد السيد المسيح في المغتص وذلك بمناسبة يوم الحج المسيحي وفي بداية الاحتفال قدم سيادته باسم الكنائس الأردنية الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولرئيس مجلس أمناء هيئة المغتص سمو الأمير غازي بن محمد ولوزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة وكل الكنائس التي رافقت تطور هذا المكان على الاهتمام الكبير بهذا الموقع المقدس مشيرا إلى التطور الرائع الذي شهده هذا الموقع على مدار السنوات العشرين الماضية وبالموت وقلت الموت أنت أحد الثلوث القدوس الممجد مع الأهل والروح القدوس خلصنا وقال أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين إن الأردن ينظر للمواقع الدينية المسيحية والإسلامية من مبدأ رسالته الخالدة في الوسطية والاعتدال وقبول الآخر لافتا إلى أن الدولة الأردنية مهتمة جدا بالعناية بهذه المواقع وحمايتها وتوفير الأمن والخدمات فيها هناك برنامج أطلق في العام الماضي اسمه أردن جنة عنده تطبيق جنة دجو ولكن في العام عشرين عشرين لأول مرة سيدخل على هذا التطبيق درب الحج المسيحي فمن يرغب في أن يزور أي مكان من أمكنة الحج المسيحي بإمكانه الوصول والحجز من خلال هذا التطبيق اللي هو جنة دجو هذه دعوة للجميع من خلال الآباء في الرعاية أنا بتصور كل عيلي في الأردن بيجيها على الأقل ضيف بالعام من أوروبا، من أمريكا، من فلسطين، من لبنان، من مصر، من أي مكان في العالم إذا في تردد بالحضور، لا، هناك أماكن كثيرة المغطس على رأسها ولكن تطلع أن يكون أيضاً أزيارات لمكاور، هناك في ترتيب لمكاور، جبل نيبو، أم الرصاص، مادبة، المفرق، وكل المواكد الأماكن الأخرى نحن والحمد لله، الله حبانا بأرض مقدسة في كل بقعة، في كل شبر، هناك أثر مقدس كل عام وأنتم بخير وكان سيادة المدبر الرسولي، المطران بيت سبالة، قد ترأس ذبيحة الإلهية والقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة عماد السيد المسيح الكاثوليكية بمشاركة رئيس أبرشية الروم الكاثوليك في المملكة، المطران جوزيف جبارة الذي ألقى عظة القداس والتي تطرق فيها إلى المعاني الروحية للمعمودية معلنا وسط تصفيق حار من الحاضرين أن السيد المسيح عليه السلام اختار الأردن ليكون موقعا لعماده الذي أصبح محجا للمؤمنين ليس من السهل أن يقف المرء في هذا المكان الذي وقف فيه السيد منذ أكثر من ألفين سنة وأن يخاطب الجموع السيد المسيح منذ أكثر من ألفين سنة وقف صامتا في هذا المكان وقبل المعمودية من يوحنى المعمدان بالطبع نتسأل جميعا ولماذا يحتاج السيد أن يعتمد وهو المنزَّه عن كل خطيئة وهو الذي لم يعرف خطيئة في حياته هل كان بحاجة أن يقبل معمودية التوبة التي جاء بها يوحنى المعمدان والذي كان الشعب اليهودي يقبل إليه في هذه الأماكن ويعتمد لمغفرة الخطايا بالطبع السيد المسيح لم يكن بحاجة لهذه المعمودية لأنه كما قلت كان منزَّهًا عن الخطيئة ولكنه حمل خطيئة البشر حمل خطيئة كل واحدٍ منا إلى ممتهى الدهر يوحنَّى وقف في إنجيل القدس يوحنَّى وقال هذا هو حمل الله الرافع قطيئة العالم لأجل ذلك جاء السيد واعتمد في مجاري الأردن أيضًا حدث معمودية السيد المسيح إذا أردتم هو الحدث الأكتر تاريخية في الكتاب المقدَّس وفي العهد الجديد إذا كان الإنجليين ماركوس ويوحنَّى يسمُطاني عن ميلاد السيد فإن الأربع إنجليين متَّى ولوقَّى ومركوس ويوحنَّى يتكلمون عن معمودية السيد أمام معموديتكم أنتوا أخذتوا أقدس شيء وأغلى هدية أخذتوا من أمكم ومن أبوكم ولازم تعطوها لأولادكم لازم تربوهم على التربية المسيحية لازم تنمّوا حياة المسيح في حياتهم لازم تنمّوا فيهم محبّتهم للكنيسة محبّتهم لكنيستكم محبّتهم لهذا البلد اللي اسمه الأردن اللي خصيصاً جاء السيد له المجد واعتمد في حوض نهر الأردن واشتمل الاحتفال الديني الذي حضرته الدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن على مباركة مياه نهر الأردن المقدس ورشه على جموع المؤمنين ورفعت خلال القداس الصلوات والترانيم من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في المملكة والسلام في عموم منطقة الشرق الأوسط والعالم وفي نهاية القداس ألقى أمين سر البطرياكية اللاتينية الأب إبراهيم الشوملي كلمة شكر وتقدير لكل الجهات الرسمية والكنسية والأمنية والجيش العربي ووسائل الإعلام على الجهود المشتركة المبذولة لإنجاح هذا الاحتفال السنوي بحضور عدد من البطاركة والمطارنة وشخصيات رسمية ودينية وشعبية أقيمت في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم احتفالات بعيد الميلاد المجيد للكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي المزيد في رسالة منذبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرتي ها هي مدينة السلام بيت لحم تحتفل بأعياد الميلاد المجيدة التي تسير حسب التقويم الشرقي فبدأت الاحتفالات باستقبال المطارنة والبطاركة في ساحات كنيسة المهد وكان في الاستقبال شخصيات دينية ورسمية وشعبية عبروا عن أمانيهم بأن تتحقق بميلاد يسوع المسيح ملك المجد والسلام امتلأت شوارع وأزقة وكنائس بيت لحم بالمحتفلين بهذا اليوم الذي ينتظره الجميع ميلاد رسول المحبة حسب التقويم الشرقي بتواجد المجموعات الكشفية والمؤمنين فاستقبلت المدينة أولا متران السريان جابرييل دحو باستقبال رسميا وشعبي والمتران الأقباط الأنبا الدكتور أنتونيوس وباتريارك الروم الأرتدوكس في القدس وسائر أعمال فلسطين غبطة الباتريارك ثيوفيلوس الثالث ومتران الأحباش الأب أمبا كوب هذا وكانت الاحتفالات قد بدأت منذ الصباح وحتى ساعات الصباح من اليوم الثاني من احتفالات وقضاديس وأمسيات ميلادية وقد عمت الفرحة جموع الحاضرين بهذه الأعياد الميلادية المجيدة التي تحمل رسالة المحبة والسلام بميلاد ملك المجد الطفل يسوع المولود في مغارة ومذود حقير في بيت لحم وقد كانت الرسالة من بيت لحم من قبل المطارنة والمؤمنين بأن يحل السلام في أرض السلام التي تفتقر إلى السلام الحقيقي رسالتنا هي رسالة لكل عالم أنه ربنا يديم المحبة والسلام ويحقق أماني وأحلام كل شخص في هذه السنة الجديدة ونتمنى للعالم كله السلام والمحبة وكل عام تقهير في هذا اليوم اللي بتستقبل فيه بيت لحم رؤساء الكنائس التي تصير حسب التقويم الشرقي نتمنى لجميع المحتفلين بالعياد الميلادية المجيدة عيد ميلاد مجيد وسعيد وسنة جديدة ملقها الخير والبركة لجميع أبناء شعبنا ولجميع المحتفلين بالعياد الميلادية وإن شاء الله العام القادم بيكون علينا عام خير وبركة بتحقيق أهدافنا الوطنية بالحرية والاستقلال وعاصمتنا إن شاء الله القدس وكل عام والجميع بخير اليوم موجودين نحن لاحتفلات عيد الميلاد المجيد طبعاً من الصبح كانت وصول مواكب المطارنة والبطاركة لمدينة بيت لحم ليقيموا الاحتفلات والصلوات والأدعية للرب الإله العالي القدير لحتى يعيد علينا هذه العياد على السلام والمحبة والأمن والأمان طبعاً من مدينة بيت لحم رسالتنا رسالة الفرح رسالة السعادة رسالة الأمل اللي بتنبع من داخل القلب لحتى يتعم أرجاء العالم لنتطلع وعينينا تكون على طفل المغارة اللي ولد في مغارة متواضعة مغارة فقيرة لحتى يعطي الناس الأمل بحياة جديدة كل سنة سالمين الجميع اليوم نحن نحتفل بالاحتفالات الميلادية بالتقويم الشرقي لكافة الكنائس الأرثوذكسية منها السريان الأرثوذكس الذي الآن دخل الموكب الرسمي لنيافته وأيضاً سوف الآن نستقبل الأقباط الأرثوذكس ثم الروم ثم الأحباش هذا يوم يوم فرحة للجميع ونؤكد به من بيت لحم للعالم أجمع أننا نحن شرقيين وغربيين مع أن نحتفل بهذه الأعياد وأننا دائماً نحافظ على تقاليدنا وعلى ما هو خاص في أعيادنا الميلادية من فرحة خاصة بالحياة الشرقية التي منها انتقلت إلى العالم أجمع ورسالة المحبة والسلام التي انتقلت إلى العالم أجمع فنحن هنا نؤكد على إيمان بكلمة الحق بكلمة السلام بكلمة ملك السلام ونأمل أننا من هنا أن نحظى أيضاً بالسلام في هذه البلد ونتكرر كل عام بخير إلى الجميع نتمنى أن ربنا يحل بسلامه في كل قلوب البشر وكل قلوب الناس السكنين هنا في كل أنحاء العالم ويملى السلام كل أرض مصر وكل أرض فلسطين وكل العالم كله وننشد مع الملائكة ترتيلة السمائية المجدول الله في الأعالي على أرض السلام وبالناس المصرح نحن بدأنا أن نبحث عن السطحيات وليس جوهر العياد نتمنى أن نعود كلنا إلى البحث عن جوهر العيد وهدف الميلاد الذي ولد من أجل السيد المسيح الذي هو خلاص البشرية نتمنى الصحة والعافية لكل إنسان نتمنى الصحة والعافية إلى جلالة ملك الأردن اللي نسمع عنه دائما كل خير ونطمئن على كل ما تلمسه يداه نتمنى له النجاح في كل عمل نتمنى لكل إدارة الأردن نتمنى لكل الشعب العربي نقول لهم من هذا المكان المكان الذي ولد فيه السيد المسيح كل سنة ونتوا طيبين وربنا يعود عليكم الأيام وأنتم في منتهى الصحة والعافية سالة محبة وسلام في هذا العيد رغم كل الظروف التي نعيش فيها إلا أن الميلاد حسب التقويم الشرقي وحسب كل التقويم ستبقى في مهد المسيح في بيت لحم مستمرون هنا هنا ولد المسيح وهنا سنبقى يعني بداية إحنا نوجه التحاني لجميع جماهير شعبنا وأهلنا المحتفلين في عيد الميلاد هذا اليوم حسب التقويم الشرقي شرطة محافظة بيت لحم والأجهزة الأمنية أكملت كافة استعداداتها وبدأت بتنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة المعدة مسبقا لتأمين الأعياد بدأت بإنارة الشجر يوم ثلاثين الشهر الماضي وبعيد الميلاد حسب التقويم الغربي يوم ثلاثة وعشرين الشهر الماضي واليوم المرحلة الثالثة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي لحد الآن الأمور تسير بانتظام الشرطة أخذت كل إجراءاتها والأمور تسير بانتظام وإن شاء الله تتحقق رسالة الميلاد ألا وهي رسالة الفرح كل عام أنتم بخير أحنا رسالتنا اليوم هي رسالة الشعب الفلسطيني وهي رسالة كل العرب وهي الرسالة الخالدة التي انطلقت قبل عام قبل ألفين عام المتمثلة برسالة الأنبياء والرسل والمحبة وسلام هذه الرسالة التي يحاول الاحتلال ومن يقف خلفه أن يشوهها وأن يعيق وصولها إلى كل الناس نحن نقول بأننا ما زلنا كشعب فلسطيني مصدر الإلهام ومصدر الاستقرار ومصدر الفرح الذي انبثق من هنا من على هذه الأرض وأسري به من القدس ما زلنا نفتقد للسلام نفتقد للمحبة نفتقد للفرح بسبب هذا الاحتلال وبسبب هذا الظلم الواقع علينا ولذلك سوف نستمر بهذه الرسالة رسالة المحبة رسالة الشعب الفلسطيني رسالة الكرامة والعدالة والحرية حتى تتحقق على هذه الأرض ويسود السلام والمحبة للنرسات مارلين الحدوى من ساحة كنيسة المهد بيت لحم وعلى صعيد آخر اختتمت جوقتو ينبوع المحبة الأردنية زيارة للأراضي المقدسة أحيت خلالها عدة أمسيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعيد العائلة المقدسة حيث قدمت الجوقتو بقيادة المايسترو طوع مجبارة مجموعة من تراتيلها الميلادية نالت إعجاب الحضور المزيد عن هذه الزيارة في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوى أحيات جوقتو ينبوع المحبة القادمة من الأردن عدة أمسيات في الأراضي المقدسة وفي عدة كنائس ففي بيت لحم مهد السيد المسيح له المجد أحيات الجوقتو قداسا احتفاليا ممناسبة عيد العائلة المقدسة في كنيسة سانتا كاترينا ترأس القداس الأب رامي عساكرية كاهن رعية سانتا كاترينا والأب السام الدير المرشد الروحي لجوقت ينبوع المحبة حيث أعرب الأب عساكرية عن فرحته بأجواء الميلاد وهذه الجوقة الرائعة هي هدية الميلاد في هذه الكنيسة والرعية وللأراضي المقدسة كما ودعا إلى الصلاة من أجل جميع العائلات بأن يحميها الله ويقدسها للأبد عيد العائلة المقدسة وفي هذه الجواء الميلاد اللي هي دايما فيها هدايا من الرب ونعم اليوم كان بعثلنا هدية من الأردن جوقت ينبوع المحبة اللي رتلت أداس العائلة المقدسة وصلت معنا لأجل عائلات العالم ربنا يديم يحط في قلوبهم السلام والمحبة والنعم ويحميهم من كل شر شكرا لهم شكرا للنور ساد دايما على التغطية الحلوة أما الأب السام الذي أعرب عن فرحته لوجوده في هذا المكان المقدس وبهذه الأيامات والأجواء الميلادية وفي كلمته التي قال فيها بأن الروابط الأسرية الموجودة في كل منزل وعائلة الله هو مصدر المحبة فيها وأن على جميع العائلات أن تحذو حذو القديسة مريم والقديس يوسف والطفل يسوع في المحبة والروابط العائلية اليوم بعيد العائلة المقدسة القديس مار يوسف القديسة مريم العذراء والطفل يسوع نتذكر الروابط الأسرية التي موجودة في كل أسرة في كل بيت سواء مسيحي أو غير مسيحي الله هو في الوسط الله هو حاضر وهو مصدر الوحدة وهو مصدر المحبة نتعلم منه دايماً نحب ونصفح ونغفر الحياة بدون تضحية أكيد ما بتسوى وما فيها محبة الشاطر اللي بضحي أكتر بهاي الحياة كزوج بضحي من أجل زوجته وطوبة أولاده كزوجة بضحي من أجل زوجها وأولادها والأولاد أيضاً بضحوا من أجل والديهم وبيحبوهم بكرموهم ويطيعوهم دائماً منطلب من العائلة المقدسة اللي كانت هون في بيت لحم أنه مثل كمان في تجوالها هي كانت مشردة بجوز راحت على مصر لفترة وعودت رجعت إلى أراضيها منطلب من أجل كل العائلات المشردة بسوريا بالعراق بكل العالم أنه تمشي هاي المسيرة مع العائلة المقدسة ويقدموا ألمهم مع يسوع ومع مريم العذراء والقديس يوسف ويكونوا مصدر نعمة وبركة لإلهم وقدوة صالحة أكيد منشكر كمان التالي لميير على مواكبته لأحداث الكنسية المحلية وأيضا الإقليمية ربنا يبارك في جميع الكادر اللي بشغل فيها ونتمنى لها دائما دوام التوفيق ومن دائما نصلي لها حتى تستمر بهذه الرسالة الرائعة اللي بتعملها أنت من السماء موسيقى 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 وكانت أدراج كنيسة سانتا كاترينا قد امتلأت بالمؤمنين الذين عبروا عن فرحتهم لوجود جوقة ينبوع المحبة في بيت لحم والأراضي المقدسة والاستمتاع بأجمل أصوات رنمت ترانيمة ميلادية رائعة وأعرب عن شكرهم للمايسترو طعم جبارة الذي يقود هذه الجوقة بكل فخر حيث قدم كتاب الجوقة هدية للرعية وبعد ختام القدس تم التقاط صور التذكرية في الكنيسة أمام المطبح اليوم جوقة ينبوع المحبة موجودة في بيت لحم لأدي القدس مع الرعية هاي الزيارة هي السادسة للأراضي المقدسة من فترة لأخرى احنا محب نيجي حتى نشارك الأهل هنا بتراتيلنا الجوقة تقريبا 32 شخص موجودين اليوم رح يقدموا تراتيل مختلفة وبهال المناسبة رح كمان نقدم كتاب الجوقة كل نسمة فالتصبح الرب نهدي للرعية هو كتاب مكون متر تيلة من كلمات أول حانة مع النوتس والكورس بنعمل دائما نشوفكم دائما عخير هون ببيت لحم بنشكر لنورسات للمرافقيتنا برا لأردن وكل سنوات سالمين ونحنا اليوم من عيدكم بعيد العائلة المقدسة من بني مدينة بيت لحم في كنيسة المهد ونشكر نورسات على هاي الطغطية الحلوة ورح نعيش أجواء الميلاد وأجواء السنة الجديدة وكل سنة أنتوا سالمين للنورسات مارلن الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم ألقت الدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن محاضرة قيمة في المركز اليسوعي بعمان بحضور عدد من شبيبة الكلدان تحدثت فيها عن أخلاقيات التعامل مع أدوات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على فئة الشباب من الجيل الحاضر كما ركزت السمعان في محاضرتها على المحاذير المهنية والشفافية والمصدقية التي يتعين على الإعلام التقيد والالتزام بها في كتابة الخبر الصحفي مشيرة إلى وقوع مشاكل سياسية واجتماعية ودينية كبيرة أحيانا بسبب التنمر الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة تكون أحيانا باعثا للفتنة والكرهية بين الناس وفي ختام المحاضرة دار نقاش موسع أجابت خلاله الدكتورة السمعان على أسئلة الشبيبة حول بعض الجوانب المتعلقة بالمهنة الصحفية اتشرفت اليوم في الحديث بلقاء مع مجموعة من الصبايا والشباب شبيبة الكلدان اللي بشرف عليهم أبونا زيت حبابة في الحديث عن الأخلاقيات التعامل مع أدوات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفئة الشباب كان اللقاء جدا رائع وصار في هذا الحديث تبادل للأراء بهذا اللقاء عن كيف أنه أدوات التواصل الاجتماعي عم بأثر على جيل هذا الجيلنا الحاضر جيل اليوم وطبعا أخذنا الجانب الإيجابي والسلبي فكان اللقاء مثمر وإن شاء الله وعدناهم في لقاءات أخرى وطبعا نورساد دائما حاضرة في كنائسنا ومع شبيبتنا فهذه هي رسالتنا ويعطيكم العافية صراحة كانت محاضرة غنية هوايا كان أكو معلومات مشنا نعرفها شنو هي مو سلطة خلي نقول شنو هي حدود الصحافة شنو هي حدود الإعلام وشنو هي القيود اللي ممكن تنحط عليها من قبل إذا كانت دولة أو من قبل جهات أخرى أيضا شنو هي السلبيات شنو هي الإيجابيات إذا كانت أنا ناشط اجتماعي شنو أقدر أنا أحاول أروج الإيجابيات أكثر من السلبيات حتى لا نثير فتنة إذا كان بوست أو فيديو أو شي لا نثير خطاب كراهية كانت محاضرة خفيفة لطيفة بعيدة عن شوية عن الدين وبعيدة عن خلي نقول الشغلات الثانية اللي متعودين عليها هنانا بالشبيبة فالشي إلا علاقة بالمجتمع فالشي إلا علاقة إحنا بنا كأشخاص باعتبارها إلى يعني هوايا مؤثر على حياتنا فكلش حلوة كانت احتفلت بطرياركية الروم الأرثوذكسية في المدينة المقدسة بعيد القديسة ميلاني في الكنيسة المسمى على اسمها في دير العذراء في القدس وبهذه المناسبة أقيمت خدمة صلاة الغروب تلاها قداس إلهي في صباح يوم العيد ترأسه قدس الإرشمندريت ماتيايوس بمشاركة قدس الإرشمندريت أغناطيوس والشماس سيمون وحضر الخدمة رهبان وراهبات دير العذراء وعدد من الزوار المصلين ويرجع أصل القديسة ميلاني التي عاشت قبل نحو 1600 سنة لعائلة غنية من روما وتزوجت هناك ورزقت بولدين لكنهما فارقا الحياة ثم فقدت بعدهما زوجها ووالديها فباعت ممتلكاتها ووزعت كل ثروتها على الفقراء والمحتاجين وبعدها قررت القدوم للأراضي المقدسة في فلسطين لتمضي بقية حياتها في ذات الدير بالقدس ناسكة زاهدة للسنة التاسعة على التوالي ينظم مكتب نورسات الأردن الاحتفالية السنوية بمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم ومن أجل الأمن والسلام وخاصة في المناطق التي تتعرض للإضطهاد والحروب والنزاعات حيث ستقام في كاتدرائية الروم الملكين الكاثوليك أم السماق يوم الثلاثاء القادم احتفالية من أجل أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين في العالم تحت عنوان وأظهر لنا أهلها عطفا نادرا وتاريخيا يعود إطلاق هذا الأسبوع إلى قرن مضى حيث يحتفل به مسيحيو كل الكنائس سنويا لطلب تلك الهبة الرائعة إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها البابا فرانسيس يؤكد بأن الله وحده قادر على منحنا الحب جلالة الملك يلتقي رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وشخصيات المسيحية في المغطس احتفالات العيد المجيد حسب التقويم الشرقي تعم بيت لحم تراتيل ميلادية تقدمها جوقة ينبوع المحبة في الأراضي المقدسة بهذا أيها الأعزاء وصلنا إلى ختام النشرة حتى نلقاكم طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة